في الدوحة تنظم الأكاديمية الأولمبية القطرية وبتعاون مع اللجنة الأولمبية الدولية دورة الأحداث الرياضية الكبرى ضمن الفصل الخامس من ديبلوم إدارة المؤسسات الرياضية وللاقتراب أكثر من الموضوع معنا مباشرة من هناك مرسل قنوات الكأس الرياضية يوسف الربيع صباح الخير يوسف ما طبيعة دورة الأحداث الرياضية الكبرى وما هي تفاصيلها أهلا منار بيتش طبعا وبكل متابعي قنوات الكأس الرياضية طبعا لا يخفى على الجميع بأهمية الدورات الرياضية التي بدأت تستقطبها قطر وتنظمها بداية من 2008-2009 طبعا خاصة في هذه الأكاديمية قطر طبعا بشكل ملفت للأنظار بدأت تستقطب الكثير والكثير من الدورات للقطريين وأيضا لمن هو خارج قطر لمن يريد أن يستفيد من هذه الدورات خاصة الدورات الرياضية الإدارة المتقدمة للمؤسسات الرياضية الأولمبية هذا البرنامج المعتمد أيضا من اللجان الأولمبية كان قد انطلق في 2008 واليوم احنا وصلنا 2020 في طبعا ثمن دورات صارت إلى الآن اليوم هو الفصل السادس لهذه الدورة الحديث أكثر عن تفاصيل هذا الفصل السادس وما هو جديده معي مباشرة الدكتور علي البكري هو رئيس قسم التطوير الرياضي في الأكاديمية وفي أيضا اللجان أو في اللجنة الأولمبية بداية رحب فيك دكتور أقول لك تكلمني عن هذا الفصل تحديدا الفصل السادس أهميته وما هو الجديد في هذا الفصل السادس طبعا مثل أنت عارف هذا الفصل ضمن الفصول السبعة للدارسين لاجتياز والحصول على شهادة هذا الدبلوم المتقدم المعتمد من اللجنة الأولمبية الدولية طبعا يندرج عنوان هذا الفصل تحت عنوان تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى وخاصة للعاب الأولمبية وبالتالي يتعلق في جميع الأمور اللوجستية والفنية والإدارية لتقديم الملفات لإستضافة الألعاب الأولمبية وكيفية استضافتها والتغييرات الحديثة التي حصلت على الملفات وكيفية الاستضافة في الدورات القادمة إن شاء الله فبالتالي الحمد لله في الأكاديمية الأولمبية القطرية دائما نسعى إلى جلب واستغطاب الكوادر الأكاديمية التخصصية المعتمدة في اللجان الأولمبية حول العالم أو في اللجنة الأولمبية الدولية والحمد لله اليوم معانا البروفيسور هولغي بروس البروفيسور المعتمد في اللجنة التنظيمية في اللجنة الأولمبية الدولية وأيضا محاضر معتمد في الجامعة الألمانية وأيضا عضو اللجنة الألمانية الأولمبية وأيضا عضو الأكاديمية الأولمبية الدولية وأيضا شارك في إعداد كثير من الملفات لإستضافة الألعاب الأولمبية فبالتالي مشاركته وحضوره في هذا الفصل إضافة للبرنامج الذي نحاول نسعى فيه في تقديم الخبرات الحديثة لجميع موظفي المجال الرياضي وقطاع الرياضي وخاصة موظفي إدارات اللجنة الأنمبية القطرية ما هو الأثر الذي تلقيه مثل هذه الدورات على الكوادر القطرية خاصة أننا مقبلون على طبعا بطولات رياضية مهمة جدا أهمها بطولة عشرين واثنين وعشرين طبعا مثل تعرف خلق المسار المهني للكوادر التخصصية تحتاج إلى تدريب مهني وأكاديمي وبالتالي الأكاديمية للأمبية القطرية منذ إنشاءها في 2007 تعتبر هي الذراع الأكاديمي للجنة الأمبية القطرية وبالتالي بناء على تعليمات ساعدة رئيس اللجنة الأمبية القطرية الشيخ جعام بن حمد الثاني على ضرورة إعداد خطة تدريبية لإعداد الكوادر المستقبلية في إعداد البطولات وتنفيذ الدورات المختلفة التي تنظم سنويا من قبل اللجنة الأمبية القطرية أو التي تشارك فيها دولة قطر بمنتخباتها بصورة مختلفة طبعا هذا الاستعداد والإعداد يحتاج إلى كثير من التخطيط الاستراتيجي المعد بالتعاون مع عدارة الممارد البشرية في اللجنة الأمبية القطرية في كيفية اعداد جميع التخصصات أو موظفي اللجنة الأمبية وتقسيمهم التقسيم الصحيح تبعا لخصاتهم وتبعا لمجالات عملهم وبالتالي نحتاج إلى التدريب الفني لللاعب نحتاج إلى التدريب الفني للمدرب نحتاج إلى التدريب الإداري وبالتالي كيفية بناء البرامج المعتمدة من اللجنة الأمبية الدولية هذه تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى تخطيط والتصال مباشر مع اللجنة الأمبية الدولية الله يحرمنا من هذه اليد اللي دائما تمد اللجنة الأولمبية الله حسناك الله خير الله حسناك الله يرفق إذن هذا كان حديث دكتور علي البكري بخصوص هذه الدورة وكل ما يخص هذه الدورة وصلنا للدورة الثامنة وبقي فصل واحد لتنتهي هذه الدورة وسنبدأ بالتأكيد أو ستبدأ هذه الأكاديمية بالتأكيد فصل جديد ودورة جديدة طبعا أنا أقول بصراحة من عندي يحظ المشاركين كلهم في مثل هذه الدورات لك الكلمة وراءة ثانية يا مناور نعم إذن مرسل قنوات الكأس الرياضية يوسف ربيا شكرا جزيلا لك على كل هذه الإضاحات